ألمح وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان ريبر أحمد إلى إمكانية إعادة فرض حظر التجوال في حال عدم التزام السكان بالتدابير والإجراءات الوقائية في مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاح مكتب الجوازات في قضاء عقرة فيدهوك وأكد على أن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا يعد عامل رئيسي للحد من تزايد الإصابات إضافة إلى ارتداء الكمامة مع مراعاة التباعد بمسافة لا تقل على المتر ونصف المتر واختتم أحمد مؤتمره بالقول إن الالتزام بالتعليمات في غضون الأسابيع المقبلة سيفضي لتجاوز هذه الموجة من الفيروس ونحن متيقنون من ذلك